موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعنوين موسيقى مجلس الوزراء يطلب من التحارف العربي منع دخول أي سفن غير مصرحة إلى المياه اليمنية موسيقى احتدام المعارك في شبوة ومقتل 13 عنصرا من ميليشي الحوثي والمخلوع موسيقى موسيقى يطلق نداء استغاثة وحياة المئات في خطر موسيقى مرحبا بكم أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد ربا منصور هذا اليوم كل من علي محمد اليزيد بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجزائر وجمال عبد الله السلال بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لبلادنا لدى كندا والدكتور عادل محمد بحميد بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا ومفوضا لليمن لدى ماليزيا ومحمد عثمان المخلافي بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الصين ومحمد صالح ناشر بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى كوبا واسمهان عبد الحميد التوقي بمناسبة تعيينها سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيطاليا وعقب أداء اليمين الدستورية وجه رئيس الجمهورية السفراء للاطلاع بمهامهم ووضع واقع الشعب اليمني في أولويات مهامهم وقال عليكم حسن تمثيل بلدكم وشعبكم في هذه الظروف الاستثنائية ليكون لكم شرف تمثيل بلدكم والإسهام في صنع مستقبل اليمن الاتحادي الجديد من جانبهم أكد السفراء بأنهم سيبذلون قصارى جهودهم في تنفيذ المهام والواجبات الوطنية الملقاة على عاتقهم وستكون توجيهات الرئيس لهم بمثابة برنامج عمل يحدد أولوياتهم الملحة في خدمة وطنهم إلى ذلك أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد ربا منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الدكتور عبد الله لملس بمناسبة تعيينه وزيرا للتربية والتعليم وعقب أداء اليمين الدستورية شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الارتقاء بأوضاع التعليم ونوعيته في اليمن باعتباره حجر الزاوية في رقي شعوب تحررها ورفع مستوى وعيها وأشار الرئيس هادي إلى ما عانى قطاع التعليم من ترد وانحسار انعكس بدوره على مخرجاته وطالت تداعياته على اليمن بصورة عامة موضحا أهمية بذل الجهود في الاهتمام بمستقبل الأجيال وتوجيههم وغرس مفاهيم الولاء لله ثم للوطن بعيدا عن المفاهيم الضيقة الفئوية والمناطقية المقيتة أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر إن تهديد الملاحة الدولية تجاوز لا يمكن القبول به وأن القيادة الشرعية ستقف ضد أي تهديد يطالها من قبل جماعة العنف والجماعة الإرهابية التي تحمل جميعها نفس المشروع التدميري جاء ذلك خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر لمناقشة المستددات الأمنية والسياسية على الساحة الوطنية وقال النائب الرئيس إن اعتداء الميليش الانقلابية على المدمر الأمريكي ماسون قبالة السواحل اليمنية يكشف عن حجم المخطط الذي يسعى الانقلابيون لخدمته وأن الشرعية تسعى جاهدة لإفشال هذا المخطط من خلال استعادة الدولة وبنائها بعد تحرير الجغرافيا اليمنية ومن بينها الشريط الساحلي بمساندة كبيرة من دول التحالف العربي ودعم من الأشقاء والأصدقاء من جانبه أكد السفير الأمريكي عدم سماح المجتمع الدولي بتهديد الممرات الدولية والسلام والأمن الدوليين مشيرا إلى أن اعتداء الحوثيين على الناقلة الأمريكية يكشف مدى استهتارهم بأمن المنطقة والملاحة الدولية وأشاد السفير الأمريكي بتفاعل الفريق الأمني والعسكري اليمني المشارف في مجموعة أصدقاء اليمن وأكدا استعداد بلاده للتعاون في بناء وتأهيل جيش يمني قوي يمثل كل المحافظات يكون ولائه للوطن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم بتسهيل نقل جرح حادثة القاعة الكبرى بصنعاه والتي وقعت السبت الماضي ممن تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة إن التوجيه يأتي امتدادا لأعمال المركز والمبادرة الإنسانية التي تقدمها المملكة للشعب اليمني الشقيق وأكد الدكتور الربيعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية واس إن المركز بادر بالتنسيق مع قوات التحالف والمنظمات الدولية ووزارة الصحة والسكان اليمنية واللجنة العليا للإغاثة لضمان سرعة نقل وعلاج المصابين الذين تستدعي حالتهم ذلك في المراكز الطبية المتخصصة وعلى حساب المركز في داخل المملكة وخارجها وفقا لتقارير اللجان الطبية المختصة وأن المركز سيتابع سرعة النقل والعلاج بما يضمن أمن وسلامة المصابين ناقش مجلس الوزراء التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن واختراق سفنها للمياه اليمنية وتهريب الأسلحة عبر سفن الصيد التابعة للميليشيا الانقلابية بالإضافة إلى قيامها بأعمال تجسسية وتهريب مقاتلين مرتزقة من بعض دول القرن الأفريقي وقال المجلس برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر توجيه رسالة إلى قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنع دخول السفن غير المصرح لها والاقتراب من السواحل اليمنية والعمل على تقديم شكوا للاختراقات الإيرانية لمجلس الأمن الدولي وحمل رئيس الوزراء الانقلابيين مسؤولية كل ما يحدث في اليمن فهم من أطلقوا أول رصاصة من مران وهاجموا المعسكرات واحتلوا المدن ومؤسسات الدولة وهم سببا لكل مآسي ومعاناة الشعب اليمني ولم يلتزموا بقرارات مجلس الأمن الدولي وأضح رئيس الوزراء أن الانقلابيين لا يدركوا حجم الدمار الذي لحق بأبناء اليمن وتدمير بنيته التحتية مؤكدا أن الحل في اليمن لن يكون إلا من خلال المرجعيات الأساسية المنطلقة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 للمزيد ينضم لنا عبر الهاتف قائد القوات البحرية اللواء عبدالله علي سالم النخعي سيادة اللواء على أي أساس جاء طلب مجلس الوزراء من قوات التحالف العربي منع دخول أي سفينة لا تحمل إذنا مسبقا إلى المياه الإقليمية يبدو أننا فقدنا الاتصال بقائد القوات البحرية اللواء عبدالله علي سالم النخعي وسنحاول معاودة الاتصال للوقوف حول مستددات الاختراقات الإيرانية المتكررة للمياه الإقليمية وأيضا رسالة مجلس الوزراء للتحالف العربي بمنع أي سفينة تخترق المياه اليمني الإقليمية أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم بمدينة المكلة تحويل 25 مليون دولار أمريكي لشركة بوترو مسيلة النفطية لإنشاء محطة كهرباء بوادي حضرموت بقدرة 31 ميجاوات كما صادق على تحويل 30 مليون دولار أمريكي لشركة بوترو مسيلة النفطية لإعادة تأهيل وتشغيل حق للإنتاج النفطي الواقع ضمن اختصاص الشركة على أن تلتزم برفع مستويات الإنتاج إلى معدلاته السابقة وكان المجلس استهل اجتماعه بقراءة الفاتحة على روح الشهيد اللواء الركن عبدالرب الشداد قائد المنطقة العسكرية الثالثة وعلى ضحايا حادثة الصالة الكبرى بصنعاء وتفجير تعز وكل شهداء الوطن وقال رئيس الوزراء في الأمس اجتمعنا في عدن وها نحن اليوم نجتمع في المكلة وغدا في محافظة أخرى وبالمزيد من الإرادة الوطنية سنصل حتما إلى صنعاء وصعدة لقي 13 من ميليشي الحوثي والمخلوع مصطرعهم جراء معارك عنيفة دارت مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحطة لحجن في مديرية عسيلان غرب شبوة وفاد مراسل قناة سهيل نقلا عن قيادات في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إن الميليشي الإجرامية شنت هجوما عنيفا بكافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة على أحد المواقع التابعة للجيش والمقاومة بمحطة لحجن في محاولة منها للالتفاف على الجيش والمقاومة مضيفة أن أبطالها الأشاوس كسروا هجوم الميليشي الإنقلابية وطاردوا فلولا ودكوا أوكار الحوثيين وحليفهم مخلوع صالح بالمدفعية الثقيلة وشهدت ألسنة اللهب تتصاعد من أماكن تحصن الميليشي الإنقلابية وتشهد مديريات بيحان وعسيلان اختباكات مستمرة بين الجيش البطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين ميليشي الحوثي والمخلوع من جهة أخرى وللعودة إلى طلب مجلس الوزراء للتحالف العربي بمنع دخول أي سفن غير مصرح لها إلى المياه اليمنية نصل معنا عبر الهاتف قائد القوات البحرية اللواء عبد الله علي سالم النخعي سيادة اللواء على أي أساس جاء طلب مجلس الوزراء من قوات التحالف العربي منع دخول أي سفينة لا تحمل إذنا مسبقا إلى المياه اليمنية الإقليمية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أولا وصحيح الاسم عبد الله السلام علي شاكرين لصداوتكم في غنات سفين أتفرض الله على هذا الموضوع الهام طبعا كما تعلمون بام البندب يعتبر من أهم المنافذ البحرية ويعتبر ممر ملاحي دولي وحماية دولية نحن نعلم جميعا أنه تمر حوالي 37% من الأقصاد العالمية سواء من التجارة العالمية أو من المشتقات النفطية ولهذا لزاما على دولتنا حماية المياه الي وحماية المرضى المندب للمصلحة المحلية ومصلحة الدولية القرار اللي اتخذ حاليا هو بعد التطورات الأخيرة التي حصلت من قبل عناصر صالح أو الحوثي من حيث استعداف السبن المارة في خذي أو باب البندب ولهذا تم تقديم الطلب من غلال الحكومة اليمنية إلى المجتمع الدولي والاتحارف بمنع دخول أي سفينة مهما كانت إلا بتصريح رسمي من الحكومة اليمنية وهذا نعم أشياء يعني فهذا طبعا من أول يوم لكن بعد تحرير جزء من مناطق بالداخل مناطق الجنوبية الشغية تم التسهيل في جنب هذا وتم دخول الطعب السغل استغل هذا الجنب بالأسف شيء من قبل الانغلابيين طارع الحوثيين استغلوا الجنب هذا تقاموا بإدخال طبعا من مجموعة من السلحة سواء عبر التريب من الساحة الأفريقية وعبر التريب طبعا نحن نعلم جميعا أنه عناصرهم متواجدة ومنتشرة سواء من المخاء إلى حدود منطقة واحدة إلى الكدهة إلى ذباب إلى مولندن ولكن الغراب للتخل من قبل الحكومة اليمنية في هذا الجانب هو يعزز حماية تأمين المناحة الدولية في الموردة مولندن كيف يمكن لهذه الخطوة سيادة اللواع؟ يعني أن تسهم في تجفيف أولا منابع تزويد الميليشيا بالأسلحة والمال وأيضا الممنوعات والمخدرات وغيرها والخبراء وأيضا منعها من أي اعتداء آخر لأي سفينة مرة في المياه الإقليمية طبعا هذه خطوات قديمة المنذوب بداية عاصف الحزم منحا بحرية تحارف طائمة بوجبها بمنعها بخول أي سفين لكنه للأسد يشتغل لهذا الجانب يشتغل سفين الدعم الدولي واللغاثة سفين اللغاثة كمان يشتغل لتستغلاء غير أفايا غير إنساني غير صحيح والتهريب نحن نعرف أنه الصالح هو ملك التهريب التهريب كامل وعنده عناصره على طول شرية سحري سواء جنوب المخاء أو باتجافة المندب ولهذا يشتغل عناصره سواء عبر الصيادين عبر تجار الأبقار عبر تجار الأغرام يشتري الألف رأس قلم ويهرب معهم متنوعا من الأشياء مدنوعة ولكن الخطوة هذه هي التأذيذ وتكفيف بالفعل تكفيف منابع التهريب التي يشتغلها الحوثي وأرفع لواء عبدالله سالم علي هل لديكم إحصائية لشبكات صالح خاصة في المعالم تداد الساحل الغربي من الحديدة من ميدي وحتى الحديدة وحتى المخاء وحتى باب المندب عن شبكات صالح للتهريب وتزويد الميليشيا بالأسلحة طبعا منطقة هذه معروفة والمهربين معروفين سواء بالذات منطقة واحدة والقلحة التي تقع شمال المخاء الجنوب المخاء هذه منطقة مهربين معروفين وهو كل عناصر العفاش من غريب الزمن وهذا لهم للأسف من يمكن أن يكون قوار رصيد من يكون قوار أوسفن النغل الصغير سواء بين مين المخاء وباتجاه الساحل الأفريغي هم يستغلوا هذا الجانب ويتم التهريب سواء تهريب الأسلحات تهريب مخدرات تهريب الأموال تهريب عن عناصر الإرهابية من الساحل الأفريغية من الساحل الأفريغي هم يستغلوا بشكل غير هذا ولهذا أقول لك هذا القرار أكيد في وقت ويتم بإذن الله تكفيذ من هذا التهريب في هذه الوقت ما الجهود التي تقوم بها قوات خفر السواحل وأيضا هل من خطط متوفرة لإعادة تأهيلها بالفعل نحن منذ وصولنا مع دول التحالف ونعمل بكفريق واحد لإعادة بناء الجهاز جهاز قوات الزهري وخفر السواحل نحن نعرف جميعا أنه تعرضت لقوات البحرية لا كثير من التدمير وأقصاء العناصر المتخصة بالقوات البحرية وخفر السواحل لكنه نحن بدأنا ولدينا خطة متكاملة يعني عندنا خطة عاجلة لأعمال الدوريات في ساحل البحر الأحمر عندنا خطة لإعادة جهاز البحرية من خلال انتشار الزوارق الموجودة وخلال إعادة خيانة نحن لأن ماشي في الكهانب هذا مع أخواننا وأخواننا لآتيا لقوات البحرية هل يجري احتواء يعني واستقطاب عناصر خفر السواحل الذين خاصة في الذين كانوا تواجدين في المناطق التي تخضى لسيطرة الميليشيا في الحديدة وغيرها الذين يرفضون أيضا المشروع الانقلابي لا أنا أرشأ كل الوطنيين وكل بالحرار أنه من تسبب القوات البحرية ومن تسبب خفر السواحل لن يخضعون للحوط إلا القلة القيلة جدا هم اليوم أتباع الحوط أما جميع من تسبب القوات بها للخورسان فهما وطنيين ومن تبرين فقط الأشارة للقيام بوهيهم هل ترقت قوات خفر السواحل اليمنية دعما لوجستيا من قوات التحالف هل هناك تنسيق يعني بين قوات خفر السواحل وأيضا التحالف العربي نحن نعمل كفريق واحد لقوات البحرية وخفر السواحل نعمل كفريق واحد مع قواتنا للتحالف ونفذ نعمل بفق المحطة للتحالف نفذ نعمل بفق وفق مكانياتنا والغايمين بواجمان بلله وفق بفق وفق مكانياتنا نحن بغايمين بواجمان اللواء عبدالله سالم النخعي قائد القوات البحرية كنت معنا شكرا جزيلا لك تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في جبهة البقع بعد أن تمكنت أمس من تحرير منفذ البقع الحدودي مع السعودية من قبضة ميليشي الحوثي وعصابة المخلوع الانقلابية وقال مصدر في الجيش الوطني أن قوات الجيش الوطني والمقاومة بقيادة الشيخ مصلح بن الأثلة حررت منفذ البقع الحدودي مع المملكة العربية السعودية موضحا أن قوات الجيش والمقاومة تواصل الزحف باتجاه مدينة صعدة ومن جانبي أكد محافظ صعدة هادي طرشان تحرير منفذ البقع بالكامل وقال أن طلائع الجيش الوطني والمقاومة تقدم عشرات الكيلومترات باتجاه مدينة صعدة اعترضت المنظومة الدفاعية لقوات التحالف العربي ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها الميليش الانقلابية باتجاه مدينة مأرب شمال شرق صنعاء شمال شرق اليمن وقالت مصادر محلية إن منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف اعترضت مسأم صاروخين باليستيين وفجرتهما في سماء المدينة فيما تم اعتراض صاروخ ثالث في الساعة الأولى من صباح اليوم يأتي هذا التصعيد من قبل الميليشيا في إطلاق الصواريخ واستهداف المدن والأحياء السكنية في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاوم على الأرض في العديد من الجبهات وتشديد الخناق على الانقلاب اعترضت دفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقتهم ميليشي الحوثي والمخلوع باتجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية وقالت قيادة التحالف إن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من تدمير الصاروخ الذي أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب المملكة دون أي أضرار مشيرة إلى أن طائرات التحالف قامت بدورها باستهداف مواقع الإطلاق داخل الأراضي اليمنية وقبل يومين نجحت الدفاعات السعودية في اعتراض صاروخ باليستي أطلقتهم ميليشي الحوثي والمخلوع باتجاه مدينة الطائف السعودية التي تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود مع اليمن إلى ذلك وجهت السعودية رسالة إلى الأمن العام للأمم المتحدة بنكيمون استنكرت فيها الاعتداءات اعتداءات ميليشي الحوثي والمخلوع على أراضي المملكة العربية السعودية وتضمنت الرسالة تسجيل 34 اعتداء صاروخيا باليستيا من جانب ميليشي الحوثي والمخلوع استهدفت الأراضي السعودية منذ شهر يونيو حزيران الماضي وأكدت المملكة على حقها في اتخاذ كل الإجراءات للدرء تهديدات تحالف الحوثي وصالح الممول إيرانيا وحماية إراضيها واليمن وشعبه والمنطقة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب مع مدراء عموم الأمن والشرطة بمدينة المكلة مع مدراء عموم الأمن والشرطة بمدينة المكلة العميد أحمد عمر باجوة والعميد سعيد علي العامري جملة من القضايا الخاصة بتفعيل دور الأجهزة الأمنية بالمحافظة ووضع الحلول والمعالجات للصعوبات التي تواجهها ومنها ملف التجنيد وأشهد وزير الداخلية بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل أجهزة الأمن والشرطة في وادي وساحل حضرموت في تثبيت الأمن والاستقرار وأكد على ضرورة الاهتمام برجال الأمن والعمل على عودة انتشار الأمن في مراكز الشرطة وتفعيل سير الأداء فيها والتنسيق مع أجهزة القضاء والنيابة والاهتمام بالسجون وعدم اعتقال أي شخص خارج القانون إلا بعد الرجوع إلى النيابة والقضاء اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشي الحوثي والمقلوع في عدة مناطق في مديرية الزاهر الحميقان بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر ميدانية أن مواجهات اندلعت بمختلف الأسلحة بين المقاومة الشعبية والميليشي المتمردة في مناطق الحبج والأجردي وكساد والطماحية في مديرية الزاهر وما تزال مستمرة حتى كتابة الخبر إلى ذلك أفادت مصادر محلية أن ميليشي الحوثي والمقلوع قصفت بالكاتيوشا والدبابات بشكل عشوائي على عدة مناطق في المديرية قتلت ميليشي الحوثي والمقلوع سائق شاحنة في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر محلية أن أفراد الميليشي المتمركزين في نقطة الشازبي بمديرية ذي ناعم أطلقوا الرصاص الحي على شاحنة يقودها أحد أبناء ريشان منطقة يافع قبل أن تصل الشاحنة إلى مكان النقطة ما أدى إلى مقتله على الفور وعلى صعيد متصل اختطفت ميليشي الحوثي والمقلوع الشيخ محمد عبد الخالق الضفري وعدد من أفراد قبيلته في مديرية الطفة وقالت مصادر محلية أن الميليشي اقتادت الشيخ الضفري مع بقية المختطفين إلى معسكر السوادية الذي يسيطر عليه الانقلابيون قتل مئة وعشرون عنصرا من ميليشي الحوثي والمخلوع بمحافظة البيضاء خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بينهم عشر من قيادات الميليشي الانقلابية التفاصيل في التقرير التالي وصل الحوثيون والمخلوع قمارهم بأرقام مهولة من عناصرهم المغرر بهم حيث يدفعونهم وقودا للحرب من أجل تحقيق مكاسبهم الشخصية وأطماعهم الحاقدة وفي محافظة البيضاء لوحدها قتل خلال غسطس سبتمبر الماضيين مئة وعشرون عنصرا ميليشيويا بينهم عشرة قيادات ومن أبرز القادة الذين قتلوا في مدرية ذناع محافظة البيضاء القياديا عبدالغني صالح البديوي ومجهد العكبي الذي لقي مصرعه إثر كمين نصبه رجال المقاومة على الخط العام الواصل بين مدرية ذناع ومدينة البيضاء وفي مدرية الصومع كان من أبرز القيادات الانقلابية التي قتلت في المواجهة مع رجال المقاومة القائد العسكري للميليشي أبو عمار ومسؤول المجهود الحربي في المحافظة إثر تعرضه لكمين مع ثمانهة من مرافقه في جبهة الحازمية وفي مدريتي والدربيع والقريشية بمنطقة قيفة لقي أبو المرتضى قائد الحملة العسكرية في قيفة مصرعه في حمد لقاح كما قتل في ذات المدريتين القادة يحيى أحمد صالح قطران ومحمد مسعد العماد ويحيى محمد هشلى وهلال أحمد تقي وذلك خلال شهري غسطس وسبتمبر الماضيين وفي مدرية الزهر الحميق لقي قائد الميليشي الانقلابية أبو محمد عسجة مصرعه مع أربعة من مرافقيه إثر انقلاب الطقم الذي كان يستقله في المدرية بعد استهدافه من قبل رجال المقاومة الشعبية هذا ووصل عدد قتل الميليشي الانقلابية في المدرية الملتهبة بمحافظة البيضاء 119 قتيلا في عمليات متنوعة للمقاومة بين الكمائن المحكمة والمواجهة المباشرة والهجمات المباغتة اختحمت ميليشي الحوثي والمخلوع منازل قرية القوابع بمدرية بيت الفقي بمحافظة الحديدة ونقلت مصادر محلية لمراسل قناة السوهيل الفضائية بالحديدة بأن أطقم الميليشي الانقلابية شنت حملة مداهمات لمنازل مواطني مواطنين سبق لميليشي الحوثي والمخلوع تجنيد عدد من أبنائهم وأضافت هذه المصادر بأن معظم من اختطفتهم الميليشي من داخل منازلهم مجندين سابقين في صفوف الحوثيين فروا من معسكرة التدريب وجبهات القتال وسبق للمدعوم محمد منصر نجل عضو مجلس النواب عن حزب المخلوع تجنيدهم لصالح الحوثيين رغم الصغر السنهم وأضافت هذه المصادر أن الميليشي الحوثي اقتحمت المنازل وسحلت المجندين بالقوة أمام أهاليهم وزعت ميليشي الحوثي والمخلوع كشوفات على المدارس لجمع تبرعات من الطلبة لصالح حروبها العبثية ضد أبناء الشعب اليمني وأكدت مصادر خاصة لقناة السهي القيام مدراء المدارس في الحديدة بجمع التبرعات للبنك المركزي من المعلمين والطلاب بأوامر من ميليشي الحوثي والمخلوع وفي مديرية الجراح أقدمت ميليشي الحوثي والمخلوع بتوزيع كشوفات على عدد من المدارس في المديرية تحمل عنوان الحملة التربوية لدعم البنك المركزي تفرض فيها أتاوات وتحصيل أموال من المعلمين والتلاميذ إلى ذلك قال أولياء أمور عدد أولياء أمور عدد من الطلاب في محافظة ذمار أن ميليشي الحوثي وصالح تجبر أبناءهم في عدد من مدارس المحافظة على دفع مبالغ مالية لصالح حروبهم العبثية تحت شعار دعم البنك المركزي الذي نهبته الميليشي الإنقلابية وأشار أولياء الطلبة إلى أن مسلحين حوثيين يتنقلون بين مدارس المحافظة لجمع الأموال من طلاب وطالبات للمدارس بالقوة وكانت الميليشي قد فرضت إتاوات كبيرة على القطاعات التجارية والطبية والعقارات في المحافظة باسم التبرع للبنك المركزي في حين يؤكد مراقبون أن هذه الأموال تذهب لتمويل الحرب الشعوى التي تشنها الميليشي على عدد من المحافظات اليمنية أكدت منظمة الصحة العالمية في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقرها بصنعاء عن تسجيل أحد عشر حالة إصابة بالكوليرا في صنعاء وقال المتحدث باسم المنظمة وقال المنظمة عمر صالح أن حالات الإصابة بالكوليرا والتي سجلت في اليمن سجلت في اليمن والتي سجلت في اليمن الأسبوع الماضي اقتصرت على أحد عشر حالة سجلت في مديرية شعوب بصنعاء فقط ومعظمها للأطفال وأشار عمر إلى أن تفشي المرض ناتج عن النقص الحاد لمياه الشرب النظيفة وتفاقم الوضع الصحي بسبب النزاعات التي تشهدها اليمن ما يشكل خطرا إضافيا على الأطفال الجدير بالذكر أن القطاعات الصحية في اليمن تعاني من تدهور حاد منذ انقلاب الذي قادته ميليش الحوث والمخلوع كما أغلقت أغلب المرافق الصحية بسبب الحرب التي تشنها على المحافظات أو بسبب مصادرتها للموازنات التشغيلية قالت مصادر طبية بمحافظة الحديدة إنها أبلغت عن حالتي وفاة يشتبه إصاباتهما بالكوليرا في أحد المستشفيات الحكومية وأكدت المصادر بأن المئات من المرضى تم إسعافهم للمستشفيات بعد إصابتهم بإسهالات حادة تعصف بسكان مدينة الحديدة ووجه سكان بمدينة الحديدة مناشدات للجهات الصحية عن حالات إسهال تعصف بالمواطنين بصورة متزايدة ومنها حالة عدوى وذلك في حارة السلخانة وأحياء شهداء وزايد والحارة القديمة طالب عدد من الموظفين في تعز سرعة صرف مرتباتهم المتأخرة وأكدين أن تأخر صرفها ضاعف من ظروفهم المعيشية في ظل الحصار والغلاء نتابع قاعدين مساقين الله نحن من 20 ألف قبل ما تكفيش حتى بحق البيوت نقول لهم طالعين نازلين بأقيد حجراني أوقع رسالتي للدولات الشرعية ودي رسالتي للدولات المخاومة للناس مساقين جو رواتبهم وكل يوم نحن طالعين نازلين التربية للبريد للتربية للبريد نبحث عن الراتب لكن لم نقيد أي أثر للأخ الرئيس عبد الرب منصر هادي والرئيس الحكومة الأخ أحمد بن دغر نقول لهم سرعة ضخة لأموال البنوك من شان أن نحصل على رواتب لأنه الآن صحاب البيوت دوروا منه نحن إيجارات الرسالة وقفها إلى الحكومة الشرعية وإلى الرئيس عبد الرب منصر وإلى حكومته الشرعية أن يستشعروا ويحسوا بمصالح الأمة وخاصة الموظفين وخاصة التربويين إلى الآن هذا الشهر الرابع دخلنا في الشهر عشرة إلى الآن لن نستلم الراتب إلى اليوم لم نستلم أي مستحقات من هذه الراتب والآن نحن بدون عمل أطلق قسم مركز معالجة الفشل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة بتعز نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية والصحية الدولية والإقليمية لإنقاذ حياة المئات من رواد المركز وأكد القائمون على المركز إن عدد المرضى المسجرين في قوائمه أربعمائة وخمسين مصابا بالفشل الكلوي وشيرين إلى ارتفاع هذه الأرقام بسبب تفاقم المزيد من المصابين معاناتهم بعد إغلاق قسم الغسيل الكلوي في مستشفى الجمهوري الأمر الذي ضاعف من الضغط على المركز وسط توقف للموازنة التشغيلية وقرب انتهاء مخزون المستشفى من المحالين وحذر الأطباء من خطورة إغلاق المركز وما سيسببه مثلا وما سيسببه مثل هذا الأمر من كارثة إنسانية على مرضى الفشل الكلوي كونه الوحيد العامل في المحافظة مطالبين منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة وبقية المنظمات الإنسانية إلى مد المركز باحتياجاته وتوفير ميزانية تشغيلية تضمن استمرار خدماته للمرضى عقد اليوم بسيئون محافظة حضر موت الاجتماع التأسيسي لمجلس تنسيق حماية الطفولة بالوادي والصحراء التابع لإدارة الحماية والدفاع الاجتماعي بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبتمويل من مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل وأقرى الاجتماع تشكيل لجنة تعظيرية من ممثل الجهات الحكومية وغير الحكومية وشخصية المختصة لإعداد اللائحة التنظيمية الداخلية للمجلس ولتقديمها في اجتماع لاحق لإقرارها وتشكيل هيئة إدارية للمجلس وأشهد وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء سالم يسلم بن شرمان بفكرة إنشاء المجلس الذي سيقع على عاتقه الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع باعتبار الاهتمام بها صمام أمان مستقبل الأجيال القادمة دشنا في مديرية الوضيع بمحافظة أبيان مشروع توزيع 240 سلة غذائية لشرائح متنوعة من الفقراء والمحتاجين والمتضررين من الأحداث الجارية المشروع بتمويل من فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني وتحت إشراف جمعية الشيخ عمض الله النوري الخيرية بالكويت ونفذته شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثة وبالتنسيق والتعاون مع جمعية التكافل الاشتماعي في هذا اليوم المبارك ومعاشوراء عشر محرم 1438 هجرية ندشن مشروع توزيع السلة الغذائية المقدمة من جمعية عبدالله النوري الخيرية وفريق عطاء المرأة الإنساني الكويتيتين الخيريتين وبتنفيذ شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية لمديرية الوضيع بمحافظة أبيان يأتي هذا المشروع وتأتي هذه الغافلة استجابة لحاجة الإنسان الملحة والضرورية في ظل الظروف الصعبة التي عيشها المواطن في الجمهورية اليمنية وخصوصا في محافظة أبيان كذلك يأتي هذا المشروع امتدادا لقوافق الخير الإغاثية والإنسانية في طول البلاد وعرضها بتنفيذ شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية وبدعم سخي وكريم من جمعة عبدالله النوري الخيرية الكويتية وفريق عطاء المرأة الإنساني الكويتيتين الخيريتين نقول لهم جزاكم الله خير نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأهم عناوينها مجلس الوزراء يطلب من التحارف العربي منع دخول أي سفينة غير مصرحة إلى المياه اليمنية احتدام المعارك في شبوى ومقتل 13 عنصرا من ميليشي الحوثي والمخلوع مركز مرضى الفشل الكلوي بتعز يطلق نداء استغاثة وحياة المئات في خطر بالمزيد يمكنكم متابع صفحات القناة على مواقع التواصل الاشتماعي في فيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله